ممكن نتحدث عن مفهوم الولاية في الإسلام الولاية في الإسلام لها ممعان عدة تأتي ولاية الله للمؤمنين والله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا وهذا أعظم شيء يطلبه المؤمن من الله أن يتولاه الله لأن من تولاه الله لم يضيعه وقد قالت هاجر لخليل الله إبراهيم أه الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذن لا يضيعنا الله فالإنسان أعظم ما يجنيه من ولاية الله له أن الله عز وجل لن يضيعه وولاية الله تنال بأداء الفرائل والنوافق وفي الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافق حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر الحديث فهذا أمر شأن آخر باقي الولاية بين الناس الولاية بمعنى عند العامة بمعنى السلطة وإن كانت السلطة فيه كلمة سلطة فيها نظر لكن نقرب المعنى للناس بمعنى السلطة تأتي ولاية على النفس وولاية على المال ولاية على النفس وولاية على المال من حيث التقسيم العام يوجد شيء في الشرع اسمه ولي الأمر ولي الأمر يعني الحاكم الذي له بيعه في الأعناق ولا تعطى البيعه أبداً لاثنين في وقت واحد لا تعطى البيعه لولي أمر واحد لولي أمر حاكم لاثنين في وقت واحد اثنين أقصد أنه ما يصبح ملك ملك لكن ملك ولي عهد لهذه مسألة أخرى ملك نائبه هو يختار وليه تجوز الشرع بالاتفاق لكن أتكلم رأسان مدان لأن ولاية العهد مثلا مركبة السعودية أمير محمد ولي العهد لكنه تبع للملك لكن أنا أقصد لا يجوز في الشرع بيعتان لشخصيته بيعة واحدة فمثلا بعض الجماعات تزب للإسلام تعطي بيعة لمرشيدها لأميرها لإمامها لرئيسها بيعة سياسية واضحة سواء كانت معلنة أو خفية فهذه البيعة تقطع بنصوص الشرع كتابا وسنة بيعة باطلة لا تجوز أبدا ولا يترتب عليها أي شيء شرعي باطلة أصلا وفرعا نأتي هذه البيعة هذه البيعة لولي الأمر لا يمكن أن تنعقد إلا لذكر بشروط معروفة لكن لا يمكن أن تكون في أنفة لا يمكن أن تكون في أنفة وأما قول الله عز وجل عن ملكة سبأ إني وجدت امرأة تملكهم والاحتجاج الذي يقوله البعض بأنه يجوز أن تكون المرأة في الولاية العظمى في الإمامة الكبرى في الملك بهذه الآية احتجاج باطل لماذا احتجاج باطل؟ لأن هذه المرأة تعبد الشمس وعبادة الشمس يدل على وثنيتهم وعبادة الكواكب وهؤلاء لم يكن لديهم شرع يعني اليهود لديهم شرع هم حرفوه والنصار لديهم شرع هم حرفوه فما ثبت أن الله عز وجل أنزله على اليهود يجوز لأننا نتعبد الله به ما لم يأتي شيء يرسخه عندنا وما ثبت عندنا أن الله تعبد النصارى به يجوز أن نتعبد الله فيه ما لم يثبت أن الله نصخه عنا أما غيرهما غير اليهود والنصارى فلا نتعبد الله عز وجل به هذه أمة وثنية أمة تعبد الكواكب ليس هذا الشرع من الله تبارك اسمه وجل وجل ثناه فلا يأتي أحد ويقول شرع من قبلنا شرع لنا واضح هذه قضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمره مرأة هذه البيعة نتكلم للحاكم وهذه له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصيتها هذه قضية نأتي لولاية الأفراد بعضهم على بعض هذه غير داخلة في الولاية العظمى غير داخلة تكون على طرائق ولاية المال مثلا اليتيم يكون له ولي يعهد إليه بأن يقوم برعاية ذلك اليتيم وكفالته وتسليم ماله إليه إذا بلى هذه نوعا من الولاية ولاية النكاح وتكون للأب في المقام الأول ثم من هو أقرب درجة منه أو لوصيه إذا وصع هذه ولاية هذه كلها الأولى ولاية مال والثانية ولاية نفس وتختلف من حال إلى حال لكن هذا من أقسام الولايات في الإسلام وعلى من ولي أن يتقي الله جل وعلا في من ولاهم الله جل وعلا عليه سواء كان حاكما أو كانت ولاية نفس أو كانت ولاية مال هذا التقسيم العام هذا التقسيم العام لفكرة الولايات ماذا عن ولاية الأب على ابنته ولاية الأب على ابنته من أعظم الولايات وأشدها ولا يمكن أن تنزع منه إلا بأمور يعني تثبت حقيقة يقينا أمام القاضي والقاضي وحده من يملك نزع ولاية الأب عن ابنته وهي من أعظم الولايات رسوخا وثباتا في الدين فحق البنات على آبائهم عظيم وحق الآباء على بناتهم عظيم منعالي جريتين حتى تبلغ دخلت أنا وهو جل لكهاتي ترجمة نانسي قنقر